يصرخون باحثين عن دواء لمرضهم النادر يتألمون من وجع أنهك أجسادهم الضعيفة مئات الأطفال في مستشفيات محافظة القادسية مصابون بمرض الاثلاسيميا أو ما بات يعرف بتكسر كريات الدم الوراثي الاثلاسيميا انتشر في الآوينة الأخيرة بشكل كبير فهو يحتل أجساد الأطفال ويفترس براءتهم وينزع ابتسامتهم هنا في مركز أمراض الدم الوراثية في الديوانية يتحدث الطفل عباس فاضل وهو أحد ضحايا البرض عن معاناته وكغيره من العراقيين المتضررين من الفساد والإهمال الحكوميين شكى عباس من شح الدواء اللازم والطعام المخصص لهم صارنا خمس تشير مات طونة علاج وهم الوجبات ما يقعد يجيبونه وجبات غذائية يجيبون باقي المستشفيات ونحن ماكو هنا نحن عددنا قليل يعني لازم يطوني ومع قلة عدد المصابين بمرض الاثلاسيميا إلا أن الراتب الذي خصص سابقا لهؤلاء الأطفال قد قطع منذ أشهر لأسباب مجهولة الراتب صار 24 ما يطوني كل ما أروح لهم يقولون أنت فوق الفقر يا فقر يا معود ما يقول لي بالسبوع مرء يعني أجد يرندن بطلين أنا وأخو ونسبة لحديد صارت 8000 وعلاج ماكو ذو الأطفال المصابين وجهوا رسالة إلى حكومة الإعبادي ووزارة الصحة طالبوا فيها بحقهم الأساسي في تلقي العلاج لين طلبوا من الله ومن وزارة الصحة تباوع لها الفقرة هاي الناس المساكين تعبانة والله تعبانة يعني أجور تاكسيات ما عندنا نجي عينهم على هالناس الفقرة أكثر من 650 طفلا مصابا بمرض الإثلاسيمية بحسب تصريح عضو مجلس المحافظة حسين محيسن الذي حمل الحكومة في بغداد مسؤولية شح الدواء وسوء الخدمات الصحية في القادسية هؤلاء يعانون من نقص شديد في قضية الأدوية للأسف الشديد وهذه الأدوية تأتي بشكل مركزي يعني اليوم مو الحكومة المحلية هي مسؤولة عنها ودائر الصحة الديوانية نحن لدينا مخاطبات كدائر الصحة الديوانية وكحكومة محلية للأخوة المعنيين في وزارة الصحة فلذلك نريد من وزارة الصحة أن تعطي أهمية لهؤلاء الشريحة المظلومة الفقيرة وأكثرهم طبعا أنا أقول لكم 90 أو 95% من العوائل الفقيرة وهؤلاء المصابين أيضا من النواحي والأقضية حصرا القطاع الصحي كغيره من القطاعات الخدمية في العراق يعاني الشلالية التامة بسبب الفساد الحكومي وقلة المخصصات المالية لمعالجة المرضى ترجمة نانسي قنقر